الخواص الفيزيائية للليثيوم يتميز الليثيوم بأن كثافته منخفضة حيث أنه هو الأخف وزنا في جميع العناصر الأخرى الصلبة في درجة حرارة الغرفة حيث تصل كثافته إلى 0.534 جزء من 1000 جرام لكل سنتيمتر مكعب هذه الكثافة المنخفضة للليثيوم مقارنة لكثافة خشب الصناوبر مثلا هي أقل بحوالي 60% من العنصر التالي من حيث ترتيب الكثافة البوتاسيوم الذي كثافته 0.862 جزء من 1000 جرام لكل سنتيمتر مكعب حتى أنها أقل من كثافة النيتروجين السائل والتي تعادل 0.808 جزء من 1000 جرام لكل سنتيمتر مكعب يمكن للليثيوم أن يطفو في الزيوت الهايدرو كرونية وهو مع السوديوم والبوتاسيوم أحد ثلاث فلزات والتي يمكن أن تطفو على سطح الماء بالإضافة إلى ذلك فأن الليثيوم طري جدا بحيث يمكن قطعه بسكين ويكون مقطعه ذو لون أبيض فضي والذي يتحول مباشرة إلى اللون الرمادي نتيجة الأكسادة تبلغ نقطة انسهار الليثيوم حوالي 180 درجة سلياسية وهي رغم انخفاضها بالنسبة للفلزات الصلبة فإنها بذلك أعلى نقطة انسهار بين الفلزات القلوية إن معامل التمدد الحراري للليثيوم هو حوالي ضعف قيمتي بالنسبة للألمنيوم وحوالي أربعة أضعاف للحديد وإن الليثيوم أعلى قيمة سعة حرارية نوعية لأي عنصر صلب حيث تبلغ قيمتها ثلاثة صحيح فصل ثمانية وخمسين كيلو جول لكل كيلو جرام كليفن ويصبح للليثيوم طبعا الليثيوم موصلية فائقة دون أربعمائة مايكرو كليفن عند الضغط النظامي وعند ضغوط مرتفعة أكثر من عشرين جيجا باسكال فإن الموصلية الفائقة يحصل عليها بدرجات حرارة حوالي تسعة كليفن مثل باقل في الزات يعني أن الليثيوم له ناقلية كهربائية جيدة وهي تعادل 18% من ناقلية النحاس وأن أيضا الليثيوم كباقل في الزات القلوية له بنية بلورية مكعبة مركزية الجسم له أيضا الزمرة ممكن أن نقول الفراغية ميم ثلاث ميم وثابت الشبكة البلورية له يبلغ 35 بيكو متر أيضا عند 4.2 جزء من 10 كليفن فإن الليثيوم لديه بنية حسب النظام البلوري الثلاثي وعند درجات حرارة أعلى من ذلك يتحول إلى نظام بلوري مكعب الوجه وأيضا منه إلى نظام بلوري مكعب مركزي الجسم أظهرت دراسة أنه يمكن الحصول على عدة أشكال متأصلة من الليثيوم عند ضغوطات مرتفعة يعني عند تعرض للضغوط مختلف لكن مرتفعة على الرغم من أن المغانيسيوم يتبلور في النظام البلوري السداسي فإن الليثيوم يمكن أن يتحدث له بلورة مشتركة مع المغانيسيوم بحي تحصل خليطة للفلزين وأيضا يبدي آيون الليثيوم أعلى حرارة إماها ماذا نعني كلمة إماها؟ نعني أنه مثل فقاعات هكذا من بين الفلزات القلوية الأخرى 520 كيلو جول مول بذلك فإن آيون الليثيوم في الماء يتميه بالكامل وهذا ما نعني بها الفقاعات يعني ويجذب إليه جزيئات الماء ويشكل آيون الليثيوم كرتين إماهة حوله وواحدة داخلية مكونة من أربع جزيئات الماء والتي تكون ذرات الأكسجين فيها مرتبطة بشكل قوي بأيوان الميثيوم ومن كرة أيضا إماها خارجية والتي تتشكل عن طريق جسور هيدروجينية بين جزيئات الماء إضافية وبين كرة الإماهة الداخلية والتي تكون يعني بالتالي يكون نصف القطر الآيوني الآيوني المميه يعني ذو الفقاعات كبير وذلك بشكل يعني يكبر حتى من يعني هذا أكبر من آيونات الفلزات القلوية الثقيلة مثل الروبيديوم والسيزيوم أيضا خاصائص هذه كلها خاصائص فيزيائية للليثيوم أيضا للليثيوم في الحالة الغازية إذن تحدثنا عنه في حالة الصلبة أيضا سنتحدث عنه في حالة الغازية يكون ليس فقط على شكل أحاد الذرة إنما أيضا على شكل ثنائي الذرة يدعى ثنائي الليثيوم الـ I2 تكون الرابط المتشكل ذات